كاس العالم عندنا بطولة قطر 2022 انطلقت أخيراً بعد انتظار دم حوالي 12 سنة لأول مرة في تاريخ العرب دولة عربية بتستضيف بطولة كاس العالم لكرة القضاء البطولة انطلقت بالفعل في قطر والعالم كله أنظره موجهة مش بس للدوحة وإنما للعرب بالكامل وده يخليها البطولة الأغلى بالنسبة لنا كعرب وأنا هنا أقصد قيمتها المعنوية طبعا بس هي أخبار قيمتها المادية يمكن واحد من أبرز المواضيع اللي شغلت بال الناس في الشهور الأخيرة تحديداً هو تكلفة النسخة الحالية من كاس العالم كتير من وسائل الإعلام بتشير لبطولة قطر 2022 باعتبرها البطولة الأغلى بمعنى الأكثر تكلفة في التاريخ أرقام زي 220 مليار دولار و300 مليار دولار بيتم تداولها باعتبرها تكلفة استضافة قطر للبطولة والأرقام دي لو صحيحة فعلاً فهي فلوس محدش صرف زيها قبل كده على كاس العالم ومش بس كده دي بتتجاوز كمان كل اللي تصرف على كاس العالم في نسخه الأخيرة بس هل الأرقام دي صحيحة فعلاً؟ يعني قطر صرفت قد إيه بالصب على استضافة كاس العالم؟ وصرفت الفلوس دي في إيه؟ وهل البطولة تستاهل اللي تصرف عليها أياً كان؟ وإيه اللي حتكسبه قطر من استضافة البطولة الأكثر شعبية في العالم؟ ده عينة من الأسئلة اللي حندردش فيها مع بعض في حلقة النهار ده أنا أشرف إبراهيم المخبر الاقتصادي بلس في 8 ديسمبر 2010 أنظار العالم كله كانت متجهة ناحية مدينة زيور خسوسرية في اليوم ده لاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أعلن نتيجة عملية التنافس بين مجموعة مختلفة من دول في العالم على حق استضافة كاس العالم لكرة القدم والتنافس كان على نسخة إيه؟ نسخة 2018 ونسخة 2022 نسخة 2018 فازت بها روسيا علشان تبقى أول دولة في أوروبا الشرقية تستضيف بطولة كاس العالم نسخة 2022 بقى كانت المنافسة فيها بين ملفات قطر والولايات المتحدة وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية وفي النهاية فازت بها قطر بعد المنافسة شرسة مع الولايات المتحدة تحديداً علشان تبقى أول دولة عربية وأول دولة إسلامية في التاريخ تنظم الحدث الرياضي الأهم على الإطلاق قطر نجحت في إنها تفوز بحق الاستضافة لإنها قدمت ملف قاوي ولكن ده كان الجزء السهل في القص والجزء الصعب هو إعداد قطر لنفسها علشان تبقى جاهزة لاستضافة حدث عالمي ملايين هيحضروا بنفسه ومليارات حيتابعوا على الشاشات ومفيش مجل الفشل لإن سمعة البلد وقبلها سمعة المنطقة كلها على المحاك المهم أكتر حاجة مؤثرة في ملف أي دولة بتحاول تفوز بحق استضافة كاس العالم هي البنية التحتية سواء البنية التحتية الموجودة بالفعل أو اللي بيخطط لتنفذها الفيفا عنده معايير صارمة جداً بيفرضها على الدول المستضيفة فيما يخص الملاعب والفنادق ووسائل النقل وشبكات الطرق والاتصالات والكهرباء وما إلى ذلك عاوز تستضيف حدث مهم زي كاس العالم يبقى لازم تلتزم بإنك تخلي بلدك جاهزة وفقاً للمعايير الفيفا في المعاد الصح قطر لما قدمت الملف بتاعها الأول مرة في مايو 2010 ما كانش عندها الجزء الأكبر من مشاريع البنية التحتية اللي محتاجها علشان تجاهز البلد لاستضافة كاس العالم ولكنها قدمت في الملف بتاعها خطط طموحة جداً لمشاريع البنية التحتية اللي ناوية تنفذها في خلال 12 سنة اللي ما بينفوزها بحق الاستضافة وموعد انعقاد البطولة علشان تطلع أفضل نسخة عملت من كاس العالم في التاريخ دلوقتي بقى علشان نستضيف كاس العالم احنا محتاجين نوعين اتنين من البنية التحتية النوع الأول هو بنية تحتية مرتبطة بالحدث الرياضي نفسه زي الاستادات ومرافق التدريب والنوع التاني هو بنية تحتية ضرورية برضو علشان الحدث الرياضي ولكنها مش مرتبطة به بمعنى انها كده كده حتتعامل سواء في كاس عالم أو مفيش لأنها بنية أساسية للبلد محتاجاها والكلام هنا عن مشاريع زي الطرق والاتصالات والمطارات والصرف الصح بالنسبة للنوع الأول القطريين قالوا في الملف بتاعهم احنا حنوفر 12 استاد للبطولة احنا عندنا بالفعل 3 منهم حنجددهم وحنبني 9 استادات جديدة يعني تقريبا معصم الاستادات ما كانتش موجودة كانت مجرد خطط على الورقة وده شيء مش غريب بالمناسبة يعني كوريا الجنوبية واليابان لما فازوا مع بعض بحق استضافة نسخة كاس العالم 2002 سنة 1996 ما كانش حلتهم استادات تعريبة لكنهم في الملف بتاعهم تعهدوا ان كل واحدة فيهم هتوفر 10 استادات كوريا الجنوبية بنت 10 استادات جديدة واليابان بنت 7 استادات جديدة وكان عندها 3 قدام جددتهم المهم القطريين رجعوا في 2014 واتفقوا مع الفيفا انه بدل ما يكونوا 12 استاد يبقوا 8 بس 7 جداد وواحد فيهم قديم حي تجدد وده من باب التوفير في التكاليف وبالفعل قطر أنجزت 8 ملاعب اللي بيتلعب فيهم البطولة النهاردة وهم البيت أحمد بن علي الجنوب خليفة الدولي المدينة التعليمية 974 ثمامة لسير الاستدادة تكلفت حوالي 6.5 مليار دولار وإجمالاً ناصر الخاطر رئيس التنفيذ لبطولة كاس العالم لكرة القدم قطر 2022 بيقول ان تكلفة المشاريع المرتبطة بالمونديال ومصرفاتها اللي هي غالباً مصاريف تشغيل وتأمين وصيانة بتقترب من حوالي 8 مليار دولار وقبل منسيب النقطة دي في ملاحظة مهمة جداً تخص الاستادات التمانية بتوعكس العالم وهي أنهم قريبين جداً من بعض يعني في ملعبين المسافة ما بينهم 5 كم بس وأقصى مسافة بين ملعبين ما تزيدش عن 75 كم دي المسافة بين استاد البيت واستاد الجنوب دي طبعاً ميزة جميلة جداً بالنسبة للمشجعين اللي هيقدروا يحضروا أكتر من المباراة في نفس اليوم لكنها في نفس الوقت تتحدي كبير جداً للبلد المستضيف اللي هيلاقي نفسه في مواجهة مشكلة كسافة يعني قطر بتتوقع أنها تستقبل واحد ونصف مليون زائر من جميع أنحاء العالم خلال البطولة الناس دي إلى جانب سكان قطر اللي عددهم بيقترب من 3 مليون نسمة حيتواجدوا مع بعض في مساحة مش كبيرة من الأرض وأغلبهم حيتحرك من وإلى الملاعب وفي محطة لو البنية التحتية الأساسية في البلد زي الطرق والمطارات والموانئ والاتصالات والكهرباء والصرف الصحي والفنادق مش في أفضل حالتها أو مش كافية حتنهار تحت ضغط الكسافة المفاجئة علشان كده قطر كان لازم تطور بنية تحتية مش بس جيدة وإنما بمستوى عالمي البنية التحتية دي أي نعم مش هتتعمل علشان كس العالم خصيصاً لكن في نفس الوقت كس العالم ماينفعش من غيرها يعني القصة مش قصة ملعبه خلاص ما كانش حد علم المهم القطريين كانوا واخدين بالهم من النقطة دي والتخطيط ليها بدأ من 2008 يعني قبل ما يقدموا أصلاً ملفهم لاستضافة كس العالم طب إزاي ده حصل؟ هقول لو بصنا مع بعض على التقرير اللي الفيفا قيمت فيه عرض قطر لاستضافة كس العالم في 2010 حنلاقي فيه خطة معينة اسمها تذكر مرتين في التقرير قطر ناشنال فيجن 2030 رؤية قطر الوطنية 2030 ودي خطة تنموية ضخمة أطلقتها الحكومة القطرية من خلال الأمانة العامة للتخطيط التنموي سنة 2008 وهي خطة شاملة بمعنى أنها معنية بالتنمية البيئية والاجتماعية والبشرية والاقتصادية طب إيه علاقة الخطة دي بكس العالم؟ أو ليه تذكرت في الملف بتاع قطر؟ باختصار القطريين في إطار محاولتهم لإقناع الفيفا وقدرتهم على استضافة كس العالم 2022 قالوا على فكرة إحنا عندنا بالفعل خطة تنمية شاملة مقررين خلالها أننا نطور مشاريع بنية تحتية ضخمة هتغير وجه قطر تماماً على سنة 2030 والربط ده كان أحد الأسباب الرئيسية في فوز الملف القطر لأنه زي ما قلت لكم من شوية أكتر حاجة تهم الفيفا هي البنية التحتية ومن اللحظة دي ارتبط المشروعين ببعض ملف رؤية قطر 2030 اللي بدأ من 2008 وملف كس العالم 2022 اللي بقى مع قطر بداية من أواخر 2010 لكن في حين إن رؤية قطر 2030 كان قدامها أفق زمن طويل بيوصل لعشرين سنة كس العالم ما كانش قدامه غير 12 سنة وبالتالي جزء كبير من مشاريع البنية التحتية الموجودة ضمن رؤية قطر 2030 واللي هتفيد البلد خلال كس العالم لازم تتنفس في وقت أسرع بحيث تبقى متاحة وداخل الخدمة مع بداية كس العالم وده اللي حصل بالفعل طبعاً في تقديرات مختلفة لتجاليف المشاريع بس خلونا هنا نعتمد على أرقام بلومبرج أبرز مشاريع البنية التحتية لنفذتها قطر في السنوات الأخيرة وأكثرها تكلفة هي مدينة لوسيل اللي بتعتبر واحدة من أهم مشاريع رؤية قطر 2030 لوسيل مدينة جديدة قطريين بنوها شمال الدوحة على مساحة 38 كم مربع قادر على استيعاب 450 ألف نسمة وفيها ترام كهربائي وفيها ستاد لوسيل اللي بيسع 80 ألف متفرج واللي حيتلعب فيه نهائي كس العالم المدينة دي تكلفت لوحدها 45 مليار دولار غير لوسيل فيه مشروع مترو الدوحة وده عبارة عن شبكة من القطارات الكهربائية اللي معظمها تحت الأرض وبتربط المناطق الرئاسية في مدينة الدوحة وضواحيها ببعض المشروع ده قيمته حوالي 36 مليار دولار واحد برضو من أهم مشاريع البنية التحتية في قطر هو توسعة وتطوير مطار حمد الدولي علشان يقدر يستوعب 58 مليون مصيفة سنوية وده يعتبر واحد من أكبر مشاريع التطوير في قطاع الطيران في المنطقة العربية وهنا بنتكلم على تكلفة بتقترب من 15.5 مليار دولار عندك برضو ميناء حمد اللي تم افتتاحه في 2017 بطاقة استيعبية بتقترب من 7.5 مليون حوالي عماطية في السنة الميناء ده تكلف 7.4 مليار دولار تطوير مركز مدينة الدوحة أو منطقة الدونتون تكلف 4.5 مليار دولار وده غير المناطق الاقتصادية اللي تكلفت 3.2 مليار دولار ومش بس كده لو بصنا على شبكات الطرق هنلاقي إنه في الفترة ما بين 2013 و2022 تم تشييد 1791 كم من الطرق في قطر إلى جانب حوالي 207 جسر و143 نفر ده طبعا إلى جانب المشاريع في مجالات زي السياحة والتعليم والصحة والترفيه وغيره وغيره تكلفة مشاريع البنية التحتية اللي فاتت دي كلها تاخدنا للرقم المشهور عن تكلفة كاس العالم في قطر واللي هو 220 مليار دولار الرقم ده يخص مشاريع البنية التحتية اللي قطر نفذتها خلال 12 سنة الأخيرة واللي هتخدمها خلال كاس العالم ولكنها مش مرتبطة بالبطولة زي مثلا الاستادات والملاعب اللي قطر بنتها خصيصا علشان كاس العالم ومش هتحتاج عدد منها بعد نهاية البطولة وبرغم كده أغلبية وسائل الإعلام العالمية بتعامل رقم 220 مليار دولار كتكلفة مباشرة لعملية تنظيم بطولة 2022 وبتحطه في مقارنة مباشرة مع تكاليف النسخ السابقة من البطولة طيب إزاي ده حصل؟ هقولك في الطبيعي المشاريع الرياضية الضخمة زي استضافة كاس العالم أو دورة العلعاب الأولمبية بيكون لها ميزانية مزدوجة يعني الفكرة ببساطة شديدة هي إن عندك تكاليف مباشرة للمشروع واللي بشكل كبير بتمثل تكلفة المرافق المرتبطة بيه وعندك تكاليف في نفس الوقت غير مباشرة تخص البنية التحتية اللي بتخدم على كل حاجة في البلد بما في ذلك المشروع في أغلب الحالات التكاليف اللي بيتم إعلانها كتكلفة للمشروع هي التكاليف المباشرة بس وخلينا اديكم مثال قريب جدا في فبراير اللي فات العاصمة الصينية بكين استضافت دورة العلعاب الأولمبية الشتوية 2022 البطولة دي تكلفت كام؟ هنا في إيجابتين أو ميزانيتين الحكومة الصينية بتقول الدورة دي ما كلفت ناش أكتر من 3.9 مليار دولار وده يخليها أقل دورات الألعاب الأولمبية تكلفة في آخر 20 سنة على الأقل لكن تحقيق عمله موقع إنسيدر الأمريكي بيقول البطولة دي كلفت الصين 38.5 مليار دولار على الأقل والفرق طبعا بين الرقمين ضخم جدا احنا بنتكلم على رقم بعادل 10 أضعاف الرقم اللي الحكومة بتقول نفس القصة حصلت في 2008 لما بكين برضو استضافت دورة الألعاب الأولمبية الصيفية الحكومة قالت الدورة تكلفت 6.8 مليار دولار في حين إن وسائل الإعلام الأمريكية قالت إن الصين صرفت 42 مليار دولار وهنا ضروري تسأل نفسك سواء بنتكلم على دورة 2008 أو دورة 2022 مين فيهم السادق ومين الكذاب؟ في الحقيقة رقمين صح ولكن الفكرة هي إن انت بالنسبة لك تكلفة استضافة الدورة عبارة عن إيه؟ أو بتحسبها إزاي؟ الحكومة الصينية شايفة إن تكلفة استضافة دورة الألعاب الأولمبية هي الفلوس اللي دفعتها في إنشاء المرافق الرياضية الخاصة بالدورة بس اللي هي الملاعب ومرافق التدريب ومصاريف التشغيل على الناحية التانية وسائل الإعلام بتدخل تكلفة مشاريع البنية التحتية اللي الدولة بنتها علشان تخدم على الدورة الأولمبية ضمن الحسبة وبتعتبرها من ضمن تكلفة الدورة على سبيل المثال الصين صرفت أكتر من 9.2 مليار دولار على خط سكة حديد فائق السرعة بيربط مدينة بكين بمدينة تشانج جاكو اللي كانت بتستضيف معها دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الأخيرة بالنسبة لموقع إنسايدر أو وسائل الإعلام الدولية بشكل عام 9.2 مليار دولار بتوق القطر ده يعتبروا من تكلفة استضافة الدورة اللي الحكومة الصينية على الناحية التانية مش شايفة كده أندروي زينباليست الأستاذ في جامعة سميس كوليدز بيقول لنيويورك تايمز تعليقاً على النقطة دي الصينيين ما بيحسبوش تكلفة أي مشروع من مشاريع البنية التحتية دي اللي زي مشروع القطار السريع ضمن تكلفة الدورة لأنهم بيقولوا إنهم كده كده كانوا هيعملوا المشاريع دي حتى لو ما فيش دورة أولمبية يستضفوها عندهم أخدتوا بالكم بقى الاختلاف في التقديرات بيحصل فين؟ في الإطار ده المتين وعشرين مليار دولار اللي قطر صرفتهم في السنين الاثناشر الأخيرة في إطار رؤية قطر 2030 بالتزامن مع تحضراتها الكاس العالم مش من الدقيق إننا نقارنها بتكلفة مونديال روسيا أو مونديال جنوب أفراقي المنطقة أكتر إننا نقارنها مع تكاليف خطة البنية التحتية الضخمة الموجودة في المنطقة على سبيل المثال الحكومة السعودية أعلنت في يناير 2021 إنها هتصرف ميتين وعشرين مليار دولار على الرياض بس عشان تحولها لمدينة عالمية على سنة 2030 وفي 2016 الإمارات أعلنت تخصيص 300 مليار دولار لتطوير البنية التحتية للبلد لحد سنة 2030 المقارنة كده تبقى منطقية أكدر التلاتة خطة بنية تحتية ضخمة وعناصرهم متشابهة إلى حد كبير طب دلوقتي كفاية كلام على التكلفة وتعالوا نبص على الناحية التانية من المعادلة وهي المكاسب المتوقعة مصر الخاطر المدير التنفيذ الكاس العالم 2022 بيتوقع أن قطر هتكسب 17 مليار دولار من استضافة البطولة وده لو حصل فعلاً هتبقى دي أعلى عوائد في تاريخ المنديال مفيش دولة استضافة البطولة كسبة المبالغ دي قبل كده السبعتاشر مليار دولار دول بنسبة كبيرة ما كسب مواشرة زي ما باعت التذاكر وإنفق جماهير كاس العالم اللي جاء من كل مكان طبعاً البطولة لسه شغالة والرقم ده مجرد رقم متوقع ولسه متحققش لكن حتى لو حصل وبطولة حققت الرقم الكبير ده هل الأمر يستحق كل التعب والفلوس اللي اتصرفت في السنين اللي فاتت أياً كانت بقى كتير ولا شوية لو الاستفادة الوحيدة من كاس العالم هي المكاسب المادية المباشرة ما كانتش الدول تثبت عليه لأن بالورقة والقلم في حاجات تانية بتكسب فلوس أكتر بتكاليف أرخص ومجهود أعال وده ياخدنا للمكاسب غير المادية اللي بتعتبر على عكس المتوقع هي الدافع الرئيسي ورا التنافس الشديد بين الدول على استضافة البطولة دي بالتحديد لدرجة إننا بنشوف زعماء الدول بيقتلوا علشان يستضيفوها عندهم بغض النظر عن تكلفتها المتوقعة النسخة الحالية من كاس العالم المقامة في قطر بحسب تقدرات الفيفا من المتوقع أنه يتبعها خمسة مليار بني عادة يعني تلتين سكان الكوكب تقريبا الناس معظمها يمكن أول مرة يسمع عن قطر أو يسمع عنها ولكن ما يعرفش هي فيه ومعندوش فكرة غنية ولا فقيرة متطورة ولا متخلفة ولا لا على مدار شهر تقريبا الناس دي كلها هتسمع اسم قطر يوميا وحتبقى البلد مألوفة بالنسبة له دي الناس اللي قاعدة تتفرج وراء الشاشات فيه بقى واحدة ونصف مليون شخص من كل دول العالم من المتوقع أنهم يجوا قطر بنفسهم ويشوفوا البلد وأهلاها بعيداً عن مكاسب المادية المباشرة والأنية من حضور الناس دي إزاي ممكن استضافة قطر للعدد الضخم ده من الزوار يفيدها بعد ما كس العالم ينفض وكل يروح بيته خلونا ناخد مثال في 2005 مجموعة مكونة من أربع باحثين نشروا دراسة تحت عنوان أو تأثير حدث رياضي ضخم على الانطباعات الزهنية عن البلد المستضيف في الدراسة دي الباحثين المحترمين حاولوا يعرفوا إذا كان استضافة كوريا الجنوبية لكاس العالم لكرة القدم في 2002 أثرت على تصورات السياح اللي زاروا البلد خلال البطولة عن كوريا الجنوبية وشعبها ولا لا بحسب الدراسة اتضح أن جماهير كاس العالم اللي جات كوريا خرجت من البلد بانطباع إيجابي عنها باعتبارها بلد آمن وعن الشعب الكوري باعتباره شعب ودوت وكان عندهم استعداد بأنهم ينصحوا معارفهم في بلادهم بزيارة كوريا الجنوبية في نفس الوقت التنظيم الناجح لكوريا الجنوبية لكاس العالم ساهم في تحسين صورة السياح الكوريين الجنوبيين لما يسافروا لأي دولة النوع ده من المكاسب غير الملموسة بيندرج تحت ما تسمى بالسوفت باور أو القوى النعمة في السياسة الدولية القوة بتعرف على إنها القدر على التأثير في سلوك الآخرين من أجل تحقيق نتائج مرجوعها وفي العادة بيتم تقسيم القوى السياسية في المجال الدولي لتلات فئات هي القوى العسكرية والقوى الاقتصادية وقوة فرض الرأي وغالباً التلات فئات بيكونوا مرتبطين لحد كبير المهم أنواع القوى الثلاثة اللي فاتت دي نقدر نصنفهم لنوعين مختلفين من القوى النوع الأول هو القوى الصلبة والنوع الثاني هو القوى النعمة القوى الصلبة مفهومة وأهم مظاهرها هي الجيوش طب يعني إيه بقى قوى نعمة؟ جوزيف ناي أستاذ العلوم السياسية والعميد السابق لمدرسة جون كيندي الحكومية في جامعة هارفورد بيعرف القوى النعمة على إنها قدرة الدولة على الحصول على ما تريده من خلال الإقناع والجاذبية بدلاً من الإقراه والنوع ده بيستمد القوى غالباً من الاقتصاد أو التجارة أو الموارد الثقافية دول كتير بتحاول بذكاء تعاوض افتقارها لأدوات القوى التقليدية زي المساحة الشاسعة والجيش الكبير وكسافة عدد السكان من خلال تطوير قوتها النعمة وأدوات تأثيرها وده لأنها مدركة إن القوى النعمة دي ممكن توفر لها نفوذ وتأثير يتجاوز بكتير دول أكبر من حيث المساحة وعدد السكان في السياق ده كاس العلم مفيد جداً جداً لقاطر ويمكن ده أهم مكسب من استضافت وللسبب ده بالتحديد كاس العلم يستحق كل مليار تصرف عليه ودي بالمناسبة هي نفس طريق التفكير الصينيين تجاه الأحداث الرياضية الضخمة اللي بيحرصوا على استضافتها رغم إنها بتكلفهم عشرات المليارات من الدولارات جون بيير كابستان أستاذ العلوم السياسية في جامعة هونج كونج بابتيست بيقول نيورك تايمز الأمريكية تعليقاً على المبلغ الكبيرة اللي صرفتها الصين على دورة الألعاب الشتوية 2022 لما الكلام يبقى على صورة الصين على المستوى العالمي ومكانتها والانطبعات الزهنية عندناها الصينيين في اللحظة دي بيقولوا nothing is too expensive يعني مفيش حاجة غالية لحد هنا أنا خلصت كلامي وكالعادة عند سؤال لحضراتكم بتشجع مين في كاس العالم وبتتوقع مين اللي حيكسب البطولة هتابع إجاباتكم في التعليقات وفي النهارة لو عجبتك الحلقة دي حابب شوفنا تاني اشترك في القناة واستنانا في حلقات جديدة بإذن الله السلام